السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بحضرتكم يارب تكونوا دايما في خير واحسن حال معاكم دكتور سامح عسل وحلقة اليوم يا شباب هنتعلم فيها ازاي نحسب كمية المياه اللازمة للتحصين ازاي نحسب برنامج الحرارة اليومي بتاع الفراخ ازاي نحسب كمية العلف المستهلك يوميا واسبوعيا معدل الوزن الطبيعي المتوسط الوزن الطبيعي عند عمر اسبوع او اربعتاشر يوم او تلات اسابيع معدل المية المستهلكة خلال الاربعة عشرين ساعة وازاي نحسب كمية المياه اللازمة لتحصين الرش وكزالي كمية المياه اللازمة لتحصين التقطير كل ده واكتر حلقة اليوم ان شاء الله استعزن حضرتك الورقة والقلم وكوباية الشاي الجميلة بتاعتك ونقعد نركز مع بعض ان شاء الله عشان نستفيد ونبدأ على بركة الله تعالى اول حاجة ازاي نحسب درجة حرارة العنبر او برنامج الحرارة المناسب للكتاكيت اه في البداية اعمل حسابك ان في اطار عام انت بتشتغل من خلاله طول ما الكتاكيت مفروضة كويس لهي متجمعة تحت الدفاية او متجمعة بعيد عن الدفاية ده معناه ان انت برنامجك او حرارتك دلوقتي تمام ولكن علشان انت تبقى راجل فاهم وحافظ في نفس الوقت عارف الحرارة بمناسبة كام انا هعرض لحضرتك دلوقتي برنامج الحرارة اللي انا ماشي عليه هو مختلف شوية عن الكتب لكن بالطريقة بتاعتي عمرك ما هتنساه وكمان ده البرنامج الانسب عمليا في المناخ الموجود في مصر لانه ببقى غالبا في فيروسات وبتاع فاحنا بنأمن الحرارة اعلى درجتين كده فهنشوف البرنامج مع بعض ويا رب يعجبكم ان شاء الله البرنامج هيكون لمدة اربعين يوم ازاي احسب حرارة الفراخ لحد عمر اربعين يوم يبقى اول تلات تيام تلاتة وتلاتين بعد كده يومين اتنين وتلاتين بعد كده واحد يوم واحد وتلاتين بعد كده عشر تيام تلاتين تمام يبقى اول تلات تيام تلاتة وتلاتين يومين اتنين وتلاتين واحد يوم واحد وتلاتين عشر تيام تلاتين كده احنا هعد آه الكتاكيد دلوقتي عمرها كام? تلاتة واثنين خمسة واحد ستة وعشر ستاشر يوم بعد كده تسعة تيام تسعة وعشرين تمانتيام تمانية وعشرين سبعة تيام سبعة وعشرين قلما تい책 تحسبها هتلاقي كده عمر آه وصل له اربعين يوم يعني ستاشر وتسعة اه خمسة وعشرين اه يوم اه حمسة وعشرين يوم وتمنة ايام تلاتة وتلاتين يوم. وسبعة في الاخر اه اربعين يوم. بعد كده ازاي نحسب كمية المياه اللزمة للتحصين. عايز حصن مسلا عنبر عشر تلاف اه كاتكوة عمر مسلا اربعتاشر يوم. بحسبها ازاي لماية اللي هاستخدمها بحسبها ازاي. فيه ناس كتيرة بتقول لك اضرب العمر في العدد وناس تقول لك اضرب العمر في العدد في تلاتة فانت طبعا محتار ما بين العمر في العدد بس والعمر في العدد في تلاتة الناس كلها مش وغدا بالها اه فين الصحية هو الصحية يا جماعة انك تضرب العمر في العدد في اتنين لو كان السقيات عندك يدوي ولو كان السقيات عندك نبل خط مية نبل مفيش مانع تضرب في تلاتة لان خط المية ده بالخزان بيبقى فيه كمية مية فانت بتزود شوية مفيش مشكلة. الاهم من ده كده ان انت كمان بتزود الدوز بتاع التحصين. يعني لو عندك عشر تلاف آآ كتكوت مفيش منع ان انت تخليهم تلاتاشر اربعتاشر الف دوز. يعني جرعة و ربع جرعة ونص ما فيش مشكلة. ده الصح بقى. عشان بيحصل هادر دايما في آآ المية بتبقى جودتها مش كويسة. فجرعة المزبوطة ان انت تزودها ايه? آآ خليها جرعة وربع او جرعة ونص. طيب هل لو ضعيفت الجرعة في مشكلة? لا انت حتى لو وصلت للجرعة مفيش اي مشكلة في التحصنات لان هي مش لها علاقة بالكمية هي المهم ان هي توصل بغض النظر عن الدوز او مش يعني مفيش اي مشكلة انك تزود الدوز ولكن زيادة الدوز ده بتديك انت زيادة ضمان ان خلاص ايه ازود بقى المية شوية عشان اضمن ان كل الكتاكيت ايه شربت والامور طيبة. طيب الموطة بعد كده ازاي نحسب كمية المياه اللازمة للتحصين الرش. بالنسبة للتحصين الرش يا شباب آآ لو هترش عمر يوم بتكون كمية المية من تلتمية لخمسمية ميلي للالف. يعني لو عندي عشر تلاف كتكوت هياخدوا رش من من تلاتة لخمسة لتر. ده عمر يوم. طب لو انا هرش عمر مسلا آآ عشر خمسة يوم. الالف لولتر يعني لو عند عشر تلاف كتكوت هياخدوا عشرة لتر يعني بضاعف الكمية. طبعا لان انت في الاول اول يوم بترش على القفص. فالكمية قليلة المساحة اللي انت بترش فيها المساحة قليلة. لكن في العمر الكبير بتخش العنبر وبتحجز فالمساحة بتكون كبيرة شوية. فبالضاعف المية. وفي الكلاة الحالتين ما فيش منع ان تضاعف الجرعة نفسها تخليها برضو جرعة وربع عشان تتأكد ان ما يحصلش هادر في الرش على الحطان او بعيد عن الصوس او كده. لا تتأكد ان كله خاد الجرعة مصبوط. طيب ازاي بعد كده نحسب كمية المياه اللازمة للتحصين التقطير. التقطير في العين. التقطير بتحسب من آآ تلاتين لخمسين ملي للالف. من تلاتين لخمسين ملي يعني اطرع صغيرة كده. الخمسين ملي من تلاتين لخمسين ملي للالف. حسب برضو آآ انت العمر والحجم يعني برضو في العمر الصغير ممكن تخليها ايه? كتكون صغير عمر يوم تلاتين ملي للالف. الموضوع كبر شوية عمر مسعان عشر تيان. خليها عام ايه? خمسين ملي. خمسين ملي للالف. ما فيش مشكلة. طيب بعد كده ازاي نحسب كمية العلف المستهلكة يوميا واسبوعيا. وبنان عليه كمان متوسط الوزن اللي المفروض نحصل عليه آآ او اللي احنا بنحسب بنسميه معدل التحويل. المفروض انت عمر اسبوع بيبقى فيه عندك ميزان معيار كل اسبوع بتاخد ششنة كده من من الميزان عشان تشوف الفراخ ماشي كويس ولا لأ. فانت عمر اسبوع على المفروض بيكون متوسط وزن الكاتاكيت حوالي مية وسبعين جرام. اقل من كده بيديك جرس خطر ان اخد بالك فيه مشكلة. كذلك عمر اربعتاشر يوم بيكون المتوسط حوالي ربعمية وتلاتين ربعمية وخمسين جرام. طيب ده بالنسبة للمتوسط الوزن. عمر اسبوع وعمر اسبوعين. طيب لو انا عايز اعرف كمية العلف المستهلكة. برضو انت في برنامج او في جدوة اللي هنزله حضراتك دلوقتي على الشاشة. آآ اسجله عندك ويه آآ كل قوميا يعني يخد منه نسخة صورة ونزله في في المزرعة. كل يومين بتبص تشوف آآ الفراخ بتاكل فعلا بنفس المعدل الجدول مكتوب فيه ولا فيه مشكلة. نستفيد من الجدول لو حصل اي مشكلة آآ بعد الشر مرضية جوه المزرعة بيتبان اول ما بيتبان على العلف واستهلاك المياه. فبتاخد بالك آآ ده استهلاك العلف آآ ضعيف يبقى فيه مشكلة. اما بالاستهلاك المياه فيه واختلاف كبير ما بين الشيطة والصيف. فما تقدرش تحكم عليه قوي الا انك تتابع الاستهلاك اليومي اصلا جوه المزرعة. يعني يعني مسلا ايه? النهاردة من اول امبارح الاستهلاك المياه ماشي كام? ويبقى ده المعيار او الاستندر بتاعك. فهم لكن لكن المعيار نفسه عامة ما فيه اختلاف كبير جدا. ما تقدرش ان انت تقيس عليه. انت بتقيس على نفسك. بتقيس على مزرعتك. يعني المزرعة ماشية لقدام في المياه برضو ولا ولا ايه النظام? تمام? لكن العلف معروف. عمر اسبوع مسلا المفروض ياكل آآ كام ويبقى وزنه كام. عمر اربعتاشر يوم بيبقى واكل مسلا نص كيلو ووزنه اربعمية وفاك. عمر مسلا واحد وعشرين يوم بيبقى واكل كيلو مية ووزنه مسلا تمنمية وفاك. فانت بتعرف من خلال الجدول زي ما انتو شافين على الشاشة الدنيا ماشي كويس ولا فيه اي خلال. عشان تقدر ان ان انت تتدخل بسرعة قبل ما احصل مشكلة كبيرة. طيب لسه ايه تاني ما تكلمناش فيه? طيب بتهايقل كده احنا اغطينا بتهايقل كده احنا اغطينا معظم الحسابات. برضو لو فيه اي سؤال عند حضراتكم او اي استفسار ما فيش مانع تكتب وتسأل في التعليقات. وان شاء الله نكون عند حسن نظرنا حضراتكم. يارب اشوفكم دايما في خير واحسن حال. استودعكم في رعاية الله وحفظه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.